السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على القناة كنتمنى هذا الفيديو يجدكم و انتم بخير و على خير في احسن الظروف و في صحة جيدة النهار جديد مع اقتراح جديد سوف نشارك معكم فخيضات في الفران بوحد الماريناد اللي كتجي زوينة بزيف ممكن انكم تديروها مع الجاج او مع قطع يعني مع جاجة صينة او مع جاجة مقطعة او مع فخيضات مع جني وحد كتجي اكتر من رائعة سوف يأتي ولدات بزيف كتبغي تتاكل العضومة لديهم لا تقاوم خصوصا العشاق هكا الفخيضات سوف نشارك معكم الطريقة فبسم الله على بركتي الله هنا عندي سطاق الفخيضات سوف تديرو الكيمياء على حسب عدد الافراد دي الاسرة ديالكم ممكن تديروهم كثير ممكن تديرو جنيوحات ممكن تديرو الجاج مقطع اللي عندكم ديالكم بالنسبة لهذا الماريناد احتاجت فيها الموتاق سوف نديرت قريبا وحد جوج معالق كبار ديال الموتاق بالنسبة لهذا المول اللي غدندخلو الفران درت فيه واحد الربع ديال البصيلات اللي متوسطين هكا قطعتهم قطع هكا شنفين ودرت واحد الكميه ديال البطاطات قريبا وحد السطد البطاطات غير صغار وصرحتهم هكا ايه في المول ديالي مدهنتو موالو غدي نوجد الماريناد كيف ما كتشوفو درت الموتاق غني نديرو واحد شوية ديال الهريسة الناس لي ما تبغوش الحار ممكن انهم يستغنو عليها ولكن صدقوني كتعطي واحد اللي يدزوين بزف بزف مع الموتاق ومع بقية التوابي اللي غدي نضيف كيجي ورائعين في الماداق وكيعجبو الكبير والصغير كوجبة غداء هكاية اللي تنوعوا بها جدول الاكل الاسبوعي ديالكم مراهم كيجي وروعة خصوصا الناس اللي كيجي بودج هكاية تقديا الاسبوعية او ديال الشهر كيجي بودج جمعوا ليم هذوك الفخيضات وحطروا بهم وحت طبق وحد النار هكا غي فخيضات بوحدهم ضفت هنا شوية ديال الزعتر وضفت شوية ديال الملحة هكاية هكاية المول ديالي على هذيك البطاطا وذيك البصيلة باش حتى هما كيجيوا مالحين وكيجيوا الدادي درت هنا الفلفل احمر كيف مشته وغادي نضيف واحد شوية ديال الابزار المهم كيف ما قلت لكم اللي ما بغاش الحار بزاف انقص الكمية غادي نضيف شوية ديال كوركو وغادي نضيف شوية ديال القص بريابز وغادي نضيف شوية ديال القص بريابز ما عندكم مش غادي تديروها هكاية تومة سينا تنقيوها وتحكوها هكاية في شحكاكة او لا تدوزوها في العصارة ديال تومة مويم انا اخدي تستا ديال الحبات ديال تومة وغادي نضيف شوية وغادي نضيف شوية وغادي نضيف شوية وغادي نكمل الكمية اللي عندي ديال تومة وغادي نخلط هذيك المارينات ديالي غادي نزيد عليها وحد شوية ديال زيت نباتية وشوية ديال القص بور ومعدنوس أحمد عصير تقدرين الزيتن يجب تعطي واحدنا نسمة اللي يزوين بالنسبة نضيف الماء مكتوبة موهم وغادي نضيف شوية القصبور المعدنوس وغادي نضيف شوية زيت نباتيه 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 نستمر 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 الكمية على حسب عدد الأفراد لتعب نستمر من نحتاج بالنسبة لأنقل نباتيه اضيف ماء سشله ما نشعل الكنس خط الني سهلة و بسيطة و في المتناول و تأتي لديها بزف بزف و لا تأخذ معنا بزف ديال الوقت خصوصا بالنسبة لنساء العاملات و تأتي من الخدمة ديالك أختي و تأتي لها كاللعشة ستأتي أكثر من رائعة و تأتي لديها بزف جربي و حكمي بنفسك و تخلي لي الرأي ديالك في التعالي و نريد شكركم بزف بزف على تفاعلكم مع القناة و على الكلام طيب اللي كتقولو في حقي و على التعاليق الزوينة المحفزة ديالك كنقول لكم الله يكبر بيكم كيف ما كتكبرو بيا لها لي خطيكم غادي نرجع معاكم أخوتي كيف مشتو الفران عنا سخنتو غادي ندخل ده باللاتة ديالي او لصينية ديالي راح مكت تاخدش بزف ديال الوقت و من الاحسن انكم تغطيوها بوحد شوية ديال بابي كويسو باش دك العرق ديالها ينزل عليها و ضغي يكا طيب كيف ما قلت لكم أخوتي تقريبا نسب ساعة كتكون واجدة و ذيك البصيلة راها كتجيزوينة و معسلة و ذوك الفخيضات كيتلقو ذاك المديالهم و تينزل هنا يعلى هذيك البطيطة و كيعطيوها وحد لدة اكتر من رائعة هنا أخوتي هذا هو الشكل النهائي ديال الصينية ديالي اللي وجيت معاكم بالفخيضات ديال الدجاج مرافقة بالبطاطة كتجيزوينة و كتجي مضغمرة كتجي محي مرا ما نقول لكم الماداق ديالها يا سلام جربوا كيف ما قلت لكم و حكموا بنفسكم و المرافقات غدي نتديرو اللي عندكم رافقتها انا يا بصلطة المغربية الغنية عن التعريف وصلطة ديال الباربة و شوية ديال الزيتون اللهم ما اديمها نعمة وحفظها من الزوال و شوية ديال البطيط اصافي هاد اول غدا ديالي شاركتو معاكم اليوم بكل حب كتمنى ان هاد الوصفة او هاد الاقتراحين الاعجاب ديالكم وتجربوه الوليداتكم وبطبيعة الحال فضلا ميكم و ليس امرا اذا اعجابكم الفيديو ما تنسوش تجعوني باللايك ديالكم و بالبرتاج مع احبابكم و مع صحابكم و ما تنسونيش من التعاليق زوينة المحفزة ديالكم اللاهي كتر خيركم و احفظ لكم صحيحتكم وصلت النهاية ديالفيديو ما بقى ليالا نقول لكم السلام عليكم اطلقكم ان شاء الله في فيديو جديد ولا روتين جديد ولا اقتراح جديد دائما مع البساطة والقناعة واللهم لك الحمد و لك الشكر دومتم في رعايتي الله و حفظي استودعكم الله الذي لا تضيعوا و دائعوا السلام عليكم و رحمة الله